وعدالة أيضا نذهب مباشرة نهر الدندر أنفاصل ناجي إلى نهر الدندر ونعود لنتواصل ينحذر نهر الدندر من المرتفعات الأوسوبية باتجاه الغرب ثم الشمال وقبل أن يلتقن ديل الأزرق في رحلته الأبدية وعنفوانه الطاغي يمر بمنطقة الجويسي وهو الإسم القديم لمدينة الدندر الحالية وقد منح النهر قاطنيه على شاطئيه الحياة والاستقرار والنماء حتى غدت المنطقة في مصاف البدن لكن بداوتها لا زال ظاهرة للعيان فالمراعي الطبيعية الممتدة من حولها وخيام البدن الرحل المنصوبة بعناية في مناطق شتى لا زالت تصرخ أن أصل الحضر من البادية وإن أنكر أهل المدن ذلك الحياة في البادية ترتكز على البساطة والتقشف وتبدو القصوة على بحياها ومع ذلك فهي بالنسبة إلى أهلها نعيم مقيم لا يدانيه نعيم وشقي من لم يجربها فنمط العيش فيها لا يتطلب الكثير على الأقل بعيدة عن المدن وزحامها وبالرغم من ذلك فإن ضغوط الحياة المتصاعدة زحفت إلى البادية وطلت أهلها البسطاء أمستهم بشيء من غلظتها تنجأ رفاعة إلى موروثها الشعبي كلما حند إليه تجدد به عزمها وتروح به عن نفسها لا سيم في مناسباتها الاجتماعية علّه ينفس عنهم بعض الذي يعتمل في صدورهم وبه يستعدون ذكرياتهم الغابرة وبه يجددون قوتهم في إيقاعات النجارة وحركات الفارس وهو يعرض تحضهم على مجابهة التحديات تحديات الحياة فالسيف هنا رفعه وهزه بقوة كناية عن القوة الذي يبثله الرمز توغلت قبيلة رفاعة من الشمال باتجاه الجنوب بحثا عن الكلاء والماء فهي قبيلة لا تعرف السكون فهي راحلة مع مواشيها حيثما يتوافر الباء والكلاء حتى طاب لها البقاب في منطقة القويسي أو الدندر التي تضج بجبال الطبيعة فقد جمعت ما بين الباء والخضرة والوجه الحسن غير أن المرأة وهي تنتقل في البادية تحتاج إلى شيء من العناية وهكذا تبقى البادية قريبة إلى فطرة الناس الأولى تذكرهم دائما بالاستمساك بالقيم والأخلاق الجميلة فالشهامة والنخوة والشجاعة أحد المرتكزات الأساسية لأهل البادية والكل هنا على طبيعته وسجيته ترجمة نانسي قنقر